مرحب فيك الدكتور فرس سعد أهلا فيك جاد غسل بحوار يعني أنا بالنسبة لي مشوق لأنه في بتصور من وراء لقائك صار مع البركوس ثانية والبرنامج فيه اختلاف بالمعينة للأزمة ويمكن يترتب عنا اختلاف بالمعالجة ما كيف واحد يطلع من أزمته بس حابب ببلش معك شوي بتجربتك السياسية هيك بالبيد الوعي السياسي من وين اجت مشاربه الأساسية والدك كان يتعطى بيتي أنا ابن عائلة سياسي تذكر شغلي مهدومي مرة بيني وبين سامير جعجع صاريت رح خبره لأنه هذي مرة سامير جعجع أصحاب أنا وياه كنت كتير غير موضوع السياسي فيك ناكي يعني خلا نقول استلطاف متبادل هو حكيم وأنا حكيم وهو درس وأنا درست ودخل على السجن وأنا بعديك اللحظة نحكي عن وعي السياسي شعرت وقت الدخل على السجن أنا حياتي كنت يعني بالحرب منخرت بأي فريق من الأفريقاء ولكن شعرت وقت الدخل على السجن أنه كان في عم تحصل محاكمة لفريق من اللبنانيين وكان أفريقاء آخرين شاركوا بالحرب الأهلية عمتهم تبريئتهم وبتالي تعطفت معه كتير وقت الخرج واشتغلت كتير لأنه أو سهمت على الأقل أنه يطلع من السجن وقت الخرج من السجن صرت أصحاب أنا وياه ومرأة عم يخبرني كيف تعرف على السلطة 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 قال لي كنا بميفوق وكنا جايين من الشمال وعيال وفقرة وبدك تعمل الناس كيف بدك يعني بالقطارة تقدر تأمن حاجات الناس وهاك بيجييني واحد بيقلي عمل لي ورقة تأخد كاميون تبعي على شركة الطرابي يصير إنقل الطرابي منا قال لي أنا ما بعرف حدا بيشكة ولا بآخر عملت لي ورقة بدل ما يفوت كاميون يكون فوت عشرين كاميون بقى شعرت إنه إنه السلطة يعني إلا إلا قتلوا لأغرب الخبرك أنا كيف تعرفت على السلطة قتلوا بل سبعة وستين بتصور كان الأوريان لوجور يعمل يعمل مسابقة للأطفال بتقص شقفة يكن كانت بالصفحة الأولى تبع على الأوريان لوجور بتبعتها لبابا نوال تبعتها لبابا نوال تبعتها لبابا نوال وقبل عيد الميلاد بيجي بابا نوال بيصحب لغراء وبيخدوا عشرين أو خمسة وعشرين ولد على أبروس كانت الطيارات بعد الطيارات المراوح يعني كانت السفر على السفر بالطيارة شغلي عند الولاد يعني مش بطل اليوم مما كان بيسافر بقى أنا قاعد عم أسئس ورقة بفوت أنتون سعد لعنى على البيت أنتون سعد كان رئيس الشعب التاني كان في السبعة وستين بطل رئيس الشعب التاني ولكن كان طبعا نافذ كتير قال لي شو عم تعمل تلو عم بقص ورقة تأبعت على الأريان مش هين بابا نوال يده قال لي عطيني يا عطايتو يا ألا أنتون سعد والبابا نوال كان عسكري بالجيش بينزل الهليكوبتر بالمدينة الرياضية أول ورقة أريها اسمي أنابل هاي السلطة هاي السلطة بالهديك الفترة اللي عم تحكي عنا والدك ترشح على النيابة بالستين ورجع بالأربعة وستين وتوفى بعد فترة صغيرة بالخمسة وستين بس والدتك جاء ترشحت بالخمسة وستين بس هيك عم تابع هديك الفترة تحضيرا المقابلة في كدير أمور يعني على القليلة بذلك تجربة العائلة تناقض الصورة النماطية اللي واحد معقول يعطيه على أنه من هو فارس سعيد المنوان جاي فارس سعيد أولا الوالد كان قريبا من الشهابية منيح كان فيه كان عضو بالكبتة الدستورية بمجلس النغابي اللي كان بترقصها فوقت بطروس وكان يعني بمرحلة الثمانية وخمسين يعني متعاطف ما كان يعني مثل غالبية المسيحيين متعاطف مع كم يشمعون أنزاق يعني تعاطف مع فؤاد شاب فيما بعد ترشح بالانتخابات الستين بالانتخابات الاربا وستين ترشح على لوائح عمليا السلطة يعني كان فؤاد شاب بعز دين مجدو وكان يعني بوقتها الاستقرار بالبلد قائم على معادلة خارجية أرساها فؤاد شاب وعبد الناصر نعكست بالداخل الاستقرار بني دولي على أساسها الفيز على ريموؤدي بالأربعة وتستين طبعا كان كان قرار الشهابيين وقته قرار الشعب التاني بالتحديد أن يبتعد ريموؤدي عن فؤاد شاب بتصور خافت الشعب التاني من تقارب ريموؤدي مع فؤاد شاب ما يقوم فؤاد شاب لفرانكوفوني حد ريموؤدي لفرانكوفوني يشيل من عقله أنه سيبقى الجيش هو الحل وأنه فؤاد شاب يستمر بعهده أو ينهجه من خلال مدنة اسمه ريموؤدي هذه كانت زعجي بعض الأطراف داخل الشعب التاني وبتصور أنه نساهمه طبعا ريموؤدي أيضا ارتكب خطأ برأيي أنا أنه أنه نزلق باتجاه مواجهة فؤاد شاب لأسباب يعني درسوله شخصيته لريموؤدي وعرفوا شو بيستفز ريموؤدي وعملوا كل شيء تايب عده ريموؤدي عن فؤاد شاب وهو عمل كل شيء تايب تعد عن فؤاد شاب قدت زبطت زبطت كتير منيح قدت على أنه بحثوا عن شباب بوقتها يعني تحكي أنت أول أول يعني باية من أول الجامعيين بالأربعينات بالخمسينات عند المورني ومنوا من طبقة سيئسية ولا من عائلة سيئسية بلبنان يعني منوا ابن أدي وابن بشار الخوري وابن بات الخازين وبالتالي كان فؤاد شاب ينظروا لوقت العمل نادي 22-22 وانتسب لأله مجموعة من الناس اللي كانوا جامعيين واللي كانوا منهم منهم ساقافي بوقتها إنه كانت نخبة نخبة لبنانية نظرت إلى فؤاد شاب إنه العهد الشابي بيكون رافع لقلون يدخلوا على مجلس نواب وإذا اللي صار بس بالمفارقات إنه متل ما قلت ب58 مكان متعاطف مع جو كميل شامعون حتى بالخمسة وستين وتترشحة الويلد إنه هاد سعاد اللي يمكن كانت أول إمرأة بتعمل معركة انتخابية بلبنان إجيها اتصال من البترك لتنسحب لريمو قدي لا استدعيها 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 أني كتب إلي حاج بالنهار ومضبوطة القصة بولس المعوشي بوقت المعوشي ألا نحنا بحاجة لعودة ريمو قدي على المجلس النواب كشخصية تشريعية وكسا وانتي معرف إنه عندي كولاد وعليك ديون وجوزك تريك لك ديون شو رأيك إذا نحنا رتبنا الأوضاع وريمو قدي فات على المجلس وانتي هدميت لعيلتك لأي كانت يعني مرة قد حالة ومعوشي كان معوشي يعني مش إنه شي ومرأة يعني عورة 22 سنة حتى وقتها كانت الحداد إلو حتى تقوسه وتحط الطرحة السوداء ومش يعني فقالت له سيدنا أنا جبت ست أولاد للطايفي فيكت اللي ريمودش وجيب للطايف ريمودش مكان مجوز بقى كانت يعني لك شبايل من الستين إلى الاثنين وسبعين انتخبت اتنعشر مرة ستين صارت انتخابات نيابية الاربع وستين خمس وستين توفى أنتوان صايد نعمل انتخابات فرعية ستة وستين توفى شهيد الخوري نعمل انتخابات فرعية تمانية وستين حلفوا النهج بشبايل كان إلو وهج كبير وبالتنين وسبعين صارت انتخابات يعني انقصمت جبايل على السكين بين كتلة وطنية وكتلة دستورية وبعدين حلفوا نهج على السكين من الستين لتنين وسبعين ست مرات يعني كل سنتين كانت جبايل تنتخب صوت الشيعي أرجع على أنه أنا شخصيتي أنا تتناقض مع واقع سياسي معين صوت الشيعي كان معنا نحنا ضدري مؤدي لأنه كان يعني ايميل ادي كان بشكل بالنسبة للمسلمين اللبنانيين بوقت يعني حالي بيعتبروها بأنه كانت ضدهم وما كان ضدهم يعني بس أنه هذا كان هذا كانت البرسيبسيون وما كان فيه مرجعيات شيعية مثل اليوم يعني أمل وحزب الله وطني يقدروا يلجأوا لأنهم الشيعة لتأمين خدماتهم أو لأي تقدم بعملية الإدارة وبالتالي الضباط اللي انعملوا بجبايل من الطائف الشيعي من حسين عواد لحمدان لفهد المقداد كل هذا نعمل بأيام الشعب الثاني والقضاط اللي انعملوا كمانا بجبال وبكسروان عملت على أيام فؤاد شاب وبالتالي كانوا الشيعة ينظروا إلى الشابية وينظروا إلى طبعا المرشحين الشابيين بالمنطقة أنه هن المرجعية طبعا بمواجهة الجو الكتلة الوطنية وبالتالي بانتخابات الـ 64 بتصور ريمو قد أخذ أقل من 500 صوت شيعي بجبال وبكل انتخابات الفرعيات اللي صارت من بعدها ريمو قد أخذ من أقل من 500 صوت بينما كنا نحن نحضر على الأصوات الشيعية بعدين الشيعة انتقلهم بجبال وبغير جبال من حالة اقطاع بجبال ما كان في اقطاع شيعي كان في بيت سيد أحمد الحسيني اللي عمل نائب ووزير من الـ 26 بس ما كان اقطاع كان وجيه بالطائفة بس انتقلوا من الاقطاع لليسار بالسبعينات راحوا راحوا على الحركة الوطنية وفي منهم راحوا من اليسار عند أبو عمار ومن بعد أبو عمار انتقلوا على أمل وحزب الله وبالتالي هذا اصاب شيعة جبال اليوم ما بقى فيه شيعة مستقلين بجبال إلا أقليات غالبية عم بحكي الأجواء السياسية بجبال موجودين بأمل وبحزب الله والمرجعية الحقيقية تبعهم أصبحت خارج المنطقة وبالتالي ما بقى فيه حدا حتى حلفاءهم بطلوا مرجعية مسيحية لأنهم يعني إذا أنت اليوم بدك تدخل على الأمن العام أو على قوى الأمن الداخلي أو تفوت على الحربية أو تعمل قاضية أو تعمل كاتب عدل بتحكي مع حركة أمل وحزب الله مشكلتهم بجبال إنه حركة أمل وحزب الله بيطلعوا فيهم بجبال وهو دي شيعة موارني ونحن نطلع فيهم دي شيعة وبالتالي صاروا لمع الجلد بخير ولمع العدم بخير يعني هذا أنا هيد النفذي هيك راح روح على المقاربة السياسية لنجع المصر لليوم والسؤال صعب لأنه فيه كتير منها الإفتراض هل برأيك لو شهابية قدرة لها يمكن بظروف خارجية ومحلية إنها تستمر على بنيتين أساسيتين البنية الأولى هي تعزيز إدارة الدولة وتماسكها كمؤسسة وتعزيز المكتب التاني أما الشعب التاني بما كان يسمى بوقت سطوطة وتسلطة مكان الدولة عندها نياب أكتر ويمكن وسائل أكتر لتتعامل مع القدوم الفلسطيني بداية ثم التسلح الفلسطيني ثانيا بصورة دولة بدها تعالج قضية لأنه في ناس بتقول إنه ثمانة وستين كانتخابات والحلف السلاسي والحملات اللي صارت بعدين قضائية حتى على المكتب التاني خلوا الدولة تصير لاعب رديف لقوة مسيحية هي بدأت تتسلح وصار النزاع بده يصير أهلي حتما كله صحيح يعني اللي قلته كسردية سياسية صحيحة أنا ممفعلها بس أنا بتابعك أنت بتعطي أهمية على أنه قيام الدولة الجاكوبية يعني بمعنى تنفيذ القانون بحل مشاكل الاقتصادية السياسية أنا بعطي بالواقع اللبناني محل أوسع على الحالة الميسيقية بلبنان يلي هي كتير أوقات تتعارض مع عملية بناء الدولة المبسطة على الطريقة الأوروبية فيها نشرح الميساقية شوالا أنا عند إشكاليات بفهمة غير الفهم أن الطواقف لازم تقبل بهواجس بعضها يعني أنا بس خليني أرجع أشرح موضوع أنا كيف فكر فيها بس لكن ما سقطت الشابية بموازين قوة داخلية سقطت الشابية من بعد حرب ال67 وقت الحصر انهيار للناصرية بالمنطقة أخذوا قرار الولايات المتحدة بأيضا محاصرة حلفاء عبد الناصر بالمنطقة وأول حليف لقاله كان فؤاد شهاب بلبنان إجت انتخابات الـ 68 من بعد الـ 67 على قاعدة أنه ونتائجة كانت أنه ربح الحلف يعني بين كل سرديته السياسية على أنه فؤاد شهاب حليف عبد الناصر بده يأسلم الأرض ويبرم حريصة ويحط محل القرآن ربح الحلف جبل لبنان وخسر الحلف بكل لبنان بس جبل لبنان يعني عم تحكي شبال كسروان المتن بعبدة ربح الحلف ربح الحلف بسردية كثير واضحة يعني الـ 67 مش عم بالغ يعني ولا عم بنتقن عم بوصف حالي مشان الناس تفهم بالـ 67 يعني فيه ناس نزلت على الكنائس بجون يضوت شموع أنه يخسر عبد الناصر لأنه إذا ربح عبد الناصر يعني يصير فيه أرجحية إسلامية علينا بلبنان وبالمنطقة وبغيره أكيد بيتي مكان بهذا الجو يعني ولا باية كان هاك ولا أمي كانت هاك ولا حك أنا هاك بس بس مخصر بس أنت حالي طاغي أكيد حالي يعني هايدي موجات شفناها بعدة مراحل يعني شفنا مثلا بأشكال مختلفة بالـ 2005 شفنا مثلا بكتير موجات يعني عشناها ولحد هلأ وقت اللي أنت بترجع تعمل انتخابات على قاعدة استنفار المشاعر الطائفية بكل الطواقف ما بيعود فيه مجال لاجاد غصن يعمل نايد يعني شو ما شو ما عمل شو ما شو ما أدروا والله أنه يكون في عنده هاك معرفة بالشأن العقل الموضوع الميساقية يعني أنا من الناس ياللي ولا مرة توهموا بأنه قصة المواطن المبسط بلبنان بيشبه هالمواطن المبسط بالخارج ولسبب أنه أنا من جيل وقت سفرت بالآخر الـ 75-76 ورحت على مقاعد الجامعات بأوروبا كان شخصيتي تختلف عن شخصية الفرنسي اللي من عمري يعني كان كانت حامل معي شيء مختلف واشعروا ومثل كتير من اللبنانيين اشعروا أنا مسيحي يعني مسيحي صافي مش إنه خبي مسيحيتي بس أكيد نص عقلي مسلم أكيد مسيحيتي لا لا تشبه أبدا مسيحية مواطن مجرد موجود بأوروبا وبالتالي ولا مرة عطيت للمواطن الفرد فقط البعد الوحيد لبناء الدولة اعتبرت بأن هناك هناك حقوق للمواطن فرد وهيدي ما فيك تعمل أنه سير للمسلمين وأنه سير للمسيحيين ما فيك تعمل أنه بناء للمسلمين وأنه بناء للمسيحيين بس ما فيك ما تأخذ بعن اعتبار بنفس الوقت هواجز طائفية يعني الهواجز الطائفية لأدت إلى انهيار الشهبية بـ 68 لأدت إلى اندفاعة عون بالـ 2005 على سبيل المثال أنه التحالف الرباعي تحالف المسلمين والقوى المسلمين لو يراسط السوريين بلبنان ويرجعوا يعملوا مواجهة ضد المسيحيين وبالتالي علينا أن نقف في مواجهة هذا التحالف الرباعي من أجل استنهار حقوق المسيحيين يعني كل هذه السردية إذا ما أخذتها معنى الاعتبار وإذا عطيت فقط البعد الوحيد بعملك سياسي لحاجات أو لحقوق المواطن الفرد وما أخذت معنى الاعتبار هواجز الطواقف برأيي أنا بتكون ما اكتملت بعد شخصيتك السياسية اللبنانية نحن في عنا حقوق لازم تنعطر المواطن الفرد بغض النظر عن دينه ومش صحيح أنه لازم يكون فيه طواقف مميزة وطواقف غير مميزة وأنا برأيي مرحلة العشرين خمسة وسبعين وقت الموارنة ومن ضمنهم فوق الشهر كانوا عم بشكله أرجحية بعملية بناء الدولة ضد المسلمين أو بمواجهة أو هيك شعره المسلمين مش صدفي مش صدفي أنه بالخمسة وسبعين وقت انفجرت الحرب بلبنان زعيم الحركة الوطنية كان درزي اسمه كمال جملات وأمين عام الحركة الوطنية كان شيعي اسمه محسن إبراهين وكانوا بمثلوا الطواقف الثنين يلي بصيغة الثلاثة واربعين ما كان كانوا المحل همشوا وبالتالي راحوا باتجاه التحضير النفسي والاجتماعي والسياسي لمواجهة هذه السلطة يلي كانت متمثلة ببرجوازية سنية مع برجوازية مسيحية بالمدن قاموا بعملية بناء القطاع المصرفي ببناء الحال الاقتصادية بالبلد ببناء مصالح مشتركي شعر فريق من اللبنانيين الاسمون الشيعة بالحرمان وشعر فريق من اللبنانيين اسمه ندروز بأنه ما نحن أبيل اختراع لجبل لبنان لوين سرقتون لها الاختراع واخدتوه على محل في نقطتين أنا هيك بيسحق وتصورني أش أولاً واحد عم بيحكي حقوق الأفراد هين معينتها لأنه الفرد هين معينته وانا واحد عم بيحكي عن جماعات طواقف شو هي حقوق الطواقف؟ لا في حقوق للطواقف في ضمانات للطواقف شو هي ضمانات الطواقف؟ ضمانات الطواقف الحرية والعدالة يعني أنا إذا كنت عندي مدرسة سان كور بكفر أحباب وبدي أعلم باللغة الإنجليزية أو بدي أعلم باللغة الفرنسية أو بدي أعمل برنامج ديني بمدرستي أو بدي أعمل برنامج ثقافي بمدرستي وزارة التربية العامة الوطنية بلبنان لازم تأمن حد أدنى من الهوامش لهذه الطواقف أن تكون لها الحرية أن تمارس بداخل مؤسساتها الخاصة ما تريده من ثقافي ومن بعد ثقافي في برنامج وطني للتعليم لكل الأولاد لازم أنه نحن نحترمه كلبنانيين جميع اللبنانيين وبدك تعطي هامش لهذه الطواقف إذا هذه الطواقف تسعى أو ترى بهذا الانفتاح الثقافي نافذ إلى الخارج مثلا بها النقطة أنا بقدر إيجي أقول بكل بساطة أنه هوامش أصلا بلبنان الهوامش واسعة خصوصا بالقطاع التعليمي لبل درجات أنا ما كتير بأيدها بالافتراق بما يتم تدريسه بس بحال الدولة ما حدا عم يجي يقول بده يشيل هالهوامش أبدا بس أنا بالمقابل بده يصير في مؤسسة خاصة يكون عندها مناهج رديفة للمنهج الوطني اللي بده يكون موحد أوكي هاي مؤسسة خاصة بتدفع ضرايب لأنه هيدا امتياز لألا مقابل شو مقابل شو مساهمتها بالواقع العام بالبلد خليني أرجع لورا شو هاي نحن أخدنا فتنة ضغري بالأمس لقبل ما نشرح شو هو شو هو الموضوع موضوع أنه البلد مركب من مواطنين ومركب أيضا من طوائف وقت اللي بلحكة بحوار مثلا إسلامي مسيحي في كتير ناس بيدحك ومش حوار إسلامي مسيحي نحن شعب واحد ومش صحيح أنه نحن شعوب ما في شعب مسيحي وشعب واحد حتى لو كنا لسنا بشعب واحد شو يعني حوار طوايف لا لا في في حوار ديني يعني أنا ما بفهم في يعني هذا بفهم في الأزهر بفهم في الفاتيكان بفهم في المؤسسات الدينية بس في حوار عيش مشترك يعني حوار كيف بدي عيش أنا ويك تجاوب على سؤال ما تروح اليوم بروما مع جورجيا ميلوني وما تروح بكرة بإسبانيا وما تروح بعد بكرة بألمانيا كيف يمكن أن نعيش بسلام رغم اختلافنا في ناس بيعتبروا أنه ما في اختلاف بين اللبنانيين لا أنا بعترف أنه فيه اختلاف بين اللبنانيين يعني الحالات الطائفية بالبلد بتبرز على هذا التنوع الطائفي بتبرز حالات اختلاف ما بالضرورة خلاف حالات اختلاف وامتيازات للطواف مسلت عند اللبنانيين مصدر غنى إذا كان فيه دولة عادلة قادرة ترعاها ومسلت عند اللبنانيين مصدر عنف ودخول إلى حرب أهلية في حال الدولة ما كانت ضامني العدالة والحرية فيها يعني كل مرة خد تجربة فؤاد شاب بتجربة فؤاد شاب أنا بتحكوني وطلق بيحكوا عن تعديلات دستورية بدون عنف ولا مرة صار في تعديلات حتى بالعرف بدون عنف الستة بستة مكرر طبع فؤاد شاب من بعد 58 صار من بعد 58 اتفاق الطائف صار من بعد 120 ألف أتيل واليوم ميمة طالع بالو يعديل الدستور يعني عم بيدعي اللبنانيين انه نرجع نفوت مرة جديدة بدوام جديدة خد تجربة فؤاد شاب يعني كان التجربة اذا بدك تقارنها بمفهوم المرونية السياسية كان تجربة عادلة أكتر باتجاه المسلمين يعني علي بزي كان وزير صحة على أيام فؤاد شاب وهو يلي عمل الأسس الأساسية أو ينظم الأسس طبعا الاستشفاء الحديث بلبنان يعني بالخمسين تفتح مستشفى كان بدك تاخد رخصة من محافظ بيروت أو من محافظ جبل لبنان اجع علي بزي محامي شيعي بتعلم بالسربون فات على نادي 22-22 اكتشفوا فؤاد شاب عمل وزير صحة هذا الوزير الصحة عمل يعني الأسس العصرية لبناء المستشفيات طيب رغم العدالة اللي بدأ انه يعمل فيها فؤاد شاب كان فيه شريحة من اللبنانيين معتبرة بانه ما بصير يكمل الوضع مثل ما هو بعملية توزيع السلطة بلبنان وبالتالي ذهبوا باتجاه الانتقاط وبرزت من بعد ال67 و 68 و 69 ودخول العمل الفلسطيني كل المجالات من أجل الانقلاب على هذه الوضعية وبالتالي انا لا بعتبر بانه هذا التنوع الطائفي بالمراحل اللي كان الدولة فيها عادلة اعطى نتائج مثل عقيم فؤاد شاب وبالمراحل اللي الدولة ما كانت فيها عادلة او غابت الدولة كضمانة جامعية هذا التنوع الطائفي ادخل لبنان بالعنف وبالتالي وبالتالي انا مني مع الغاء التنوع الطائفي انا مع بناء دولة عادلة تحافظ على التنوع حتى يتحول التنوع الى مصدر غنى وليس مصدر عنف بلبنان انا رح روح ضغرب يصال بالنقاش يمكن بحديث منه كتير الشعبي لا لا اذا واحد بياخد هاد الشيء اللي بنسميه التنوع بلبنان واللي يستدعي حوار بين جامعات اللي يشوفوا كيف بدنوا يتعيشوا سوا بيسلم وبيطالبوا بضمانات لبل هن بيصيروا معيار ضمانات يعني اذا الشيعة بيقولوا مثلا انا هايك برتاح هاي ضماناتي بيصير ما فيك ترضينوا باي معيار اخر فبيصير في المظلوميات دائما لانه حتى مفهوم الضمانات مفهوم الشعور هذه حلة اتفاق الطائف بيقول لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك يعني اذا في هلأ شو يعني ميثاق العيش المشترك بالتطبيق لا فهم اذا في فريق بيظن انه ضمانته بيبقاء سلاحه مثلا لا لا مش هيك خوض المسيحيين نهارا رح نحكي بموضوع السلاح مطورا المسيحيين هل هن مظلومين اليوم ولا لا اكيد لا اذا هن بيشوفوا حالهم مظلومين شو من عملك لا مظلوميتهم تشبه مظلومية كل الطواقف كل الشعب اللبناني مظلوم شبس المسيحيين المظلومين وعملية المظلومية المسيحية بعملية بناء الدولي تصور انا انو نلعب عليها بشكل كتير اساسي من بعد 2005 لا استنهاد وقائع سياسي معين والغاء اي امكانية عند المسيحيين انو يقدموا نفسهم كحالة عصرية رح اعطيك ثلاث أمثلة ومش مش شغلة بسيط اللي رح لك ياهم من 2005 لليوم انطرحت ثلاث أمور إصلاحية بمجلس النواب حق الاقتراع لعمر 18 سنة كل الأحزاب المسيحية رغم 14 و 8 قالوا ديموغرافيا إسلامية بتكلنا المرأة بتعطي حقوق بتعطي الجنسية لأولادها كل المسيحيين رغم 14 و 8 قالوا توطين فلسطيني مقنع جينا على قانون انتخابات كل المسيحيين قالوا مسيحي بينتخب مسيحي والمسلم بينتخب مسلم وضروري يعملوا هاك وقالوا بيبطلوا قوة مسيحية لأنه ما هن شرعيتك وتبقى تجي من هون وانت قلتلي قبل شوي إذا بتنخاض انتخابات بجو استنفار لعصبيات ما في أي واحد خارج عن هيدا المنطق يخرق فهمت بس أنه هن عايشين على العصبيات بس حتى ما أظلم المسيحيين بهذا الموضوع قانون الانتخاب كمان ساهموا بابتكاروا قوة أخرى غير المسيحيين أيضا اعتبروا بأنه إذا الشيعي بينتخب شيعي وإذا سني بينتخب سني هذا كله بيوصل على شو بيوصل على نسف العيش المشترك وعلى خلق وحدات طائفية تتساكن مع بعضها البعض غير العيش المشترك يعني العيش المشترك هو أنك أنت تكتشف المسيحة المشتركة بين مختلفين من أجل أن تكون هذه المسيحة المشتركة قادرة على إدارة هذا الاختلاف المساكنة بين الطوائف يلي اشتغلوا عليها من 2005 إلى اليوم أنه كل طائفة بتحط أولويات طائفية لألال ما هو بموجة بهذا القانون الانتخاب شو صار عمليا الطوائف يعني زعماء الطوائف بيخودوا أول معركة بداخل الطائفة تماما تهني تصفي تهني يعملوا تصفي تيكونوا زعماء هذه الطائفة تاني معركة مع الطوائف الأخرى تيشوفوا موقعهم بالبلد هذا النموذج من 2005 إلى اليوم أدى لشو أدى لأنه الطائفة المميزة أصبحت الطائفة الشيعية والحزب الحاكم أصبحت حزب الله البقوي كله كومبارس بهذه القصة مش قادر أنه يقدر يتنافس مع هذه الطائفة المميزة ومع هذا الحزب الحاكم كان إخل لبنان كله كناية عن تقلبات من هالنوع عظيم هالكومبارس بتحينوا لحظات خارجية تمام في ناس بيكون تمام تمام هو هو مين بيصير طائفة مميزة ومين بيصير كومبارس ما تناوبنا كلنا على هذه الوظيفة على أيام الانتداب الفرنسي نحنا كنا طائفة مميزة وكان في طواقف كومبارس على أيام تحالف بعض اللبنانيين مع حركة الوطنية ومع أبو عمار كان فيه طواقف مميزة قادرة تسكر بيروت وكان فيه ناس عم تحاول أن تقول أنه لا أنا ماني موافقة مع هذا الموضوع على أيام السورية فيه طبقة صييسية كانت مميزة وفيه ناس كانوا كومبارس طبقة صييسية هذه كانت مسيحية وإسلامية صحيح تمام اليوم كمان الاستقواء بالخارج على حساب الشريك الداخلي يفسد الشراكة الوطنية وينهك العيش المشكلة أنا رح أوصل لنقطة أنه بالنسبة لقاللي ما فيه شيء اسمه شراكي ولا وطني بمعنى اللي هو حون كنت عام لك فيه جانب منه كتير شعبي بالحديث أنا عامل علوم السياسية وكان يخبرونا وقت الجامعة أنه هذا العقد الاجتماعي اللي هو كله أحاديث نظرية غير قابل للتطبيق الواقعي إلا بالمعنى النظري تتفهم أنت بصورة أنتلكتويا الواقع معين بس مش هيك هو بصير بس بموضوع العقد الاجتماعي أن تفت انتباهك لشغلي لا تعطيها أهمية قليلة ماكرون وقت الإجام بعد أربع آب حكي عن النوفو كأنه الأزمة بلبنان أزمة نظام تبنى وجهة نظرك ووجهة نظر كتير من الشباب يلا يتبنى يعني بيعتبروا أنه الأزمة هي أزمة عقد اجتماعي بين اللبنانيين أنتي بتشوفه نظري لكن قعدوا المسيحيين والمسلمين على خلاف من العشرين للتسعين على نقطة كانوا المسلمين المسيحيين يقولوا للمسلمين أنتوا بدكن إصلاحات دستورية تصير نتساوى بعملية بناء الدولة أنتوا لبنانيتكم ناقصة ساعة مع أبو عمر ساعة مع عبد الناصر نهار اللي برهنونا أنه لبنانيتكم صافية وبتقامنوا بنهائية الكيان اللبناني بنحكي معكم بموضوع الإصلاحات المسلمين شو كانوا يقولون للمسيحيين عروبتكم ناقصة أنتوا بتحكوا أجنبي بتعلموا بمدارسكن إنجليزي وفرنسيوي أنتوا بتطلعوا على الغرب أنتوا أنتوا وبالتالي عروبتكم ناقصة نهار اللي أنتوا بتكونوا مع قضية فلسطين ومع عبد الناصر ومع ساعة بنحكي نحن وياكم هايدي عمليا عم بحكي بالنصوص انتهت باتفاق الطائف لأن العقد الاجتماعي اللي صار باتفاق الطائف أنه انتزعوا المسيحيين لأول مرة كتابة نهائية الكيان اللبناني من المسلمين وانتزعوا المسلمين لأول مرة كتابة عروبة لبنان من المسيحيين وبالتالي الخروج عن هذا العقد الاجتماعي شو بدي بالنصوص الأخرى الخروج عن هذا العقد الاجتماعي يلي مثل حتى لبنان ما يكون جزء من كيان أكبر اسمه سوريا أو العالم العربي وعروبة لبنان حتى لبنان ما يروح على الأصغر أو يروح على مشرقية متما اليوم الموضة أنه منروح على إيران ولا منروح على الصين هذه العروبة أيضا كانت كافية أن المسلمين يشوا على لبنان أنا هون اللي بنائد مش أنه هالواقعة عم طولها ما في شك فيها كيف تمت الصياغة بس أنا بالنسبة لألي ما في شيء اسمه عقد اجتماعي هيدا تجريد الواقع بيصير أنه في حدث على الأرض بيفرض أمر يبرر لحاجة السلطة لشارعية ما تحت ستار عقد اجتماعي أنا أعطي أمتلي بس بس خلينا بس شارعي إذا واحد بيروح على مثلين صعبين لنحن بنحكي عن مكونات وجامعات وحاجة للحوار وكذا خلينا نروح على إسرائيل إسرائيل للتجربة اللي المشروع الصهيوني جمع ناس من نهاية القرن التاسع عشر وبلش يعمل هجرة بشر ما بيتوافقوا بشيء لا باللغة لا حتى بالمزاهب اليهودية لا بالبشرة ماشي في ناس بتحكي عربي في ناس بتحكي بولندي ناس بتحكي روس قعدوهم بشقفة أرض شو اللي جمع هيدا المجتمع اللي جمع المجتمع هو قدرة سلطة على الإفاء بمشروع والتزام وفي جزء منه بده واحد يعترف فيه واللي هي أي سلطة بالعالم قامت عليها نرجع من نروح على تاني متى اللي هي أمريكا اللي هي بلد ناتج عن هجرات متوافدة من عالم مختلف بعملية سلطوية الدولة إما من خلال هالسلطة بتحمل مسئولية فبتصير دولة إما تبقى سلطة مجرد قمعية بده يقوم عليها لأيامي يوما ما بس أنا تغييب فعل الجمعة اللي هو فعل دولة هو بيخلق عقد اجتماعي ولو الناس ما كانت راضية عنه في كتير قيامات بتكون الناس ما راضية عنه ويفرض وفينا نشوف أوروبا كانت شهر 350 دولة تصار الدول بالشكل اللي بنعرفها كانت عمليات سلطوية يعني ما عليش العلمان الفرنسية صارت من بعد ما خلصنا من البروتستان بالخالص بس أخدت أنت أخدت أمثلة تتناقض تماما مع التجربة اللبنانية يعني قيام دولة إسرائيل أنا خدت الأصعب قيام دولة إسرائيل قام على نقيد الدولة اللبنانية يعني إسرائيل جمعت بحجة الاضطهاد والخوف وبحجة سردية دينية أنه نحن شعب الله المختار على هذه الأرض جمعت كل أطراف العالم اليهود وحطتهم بأرض وبنيت معهم نظام مصالح ديني ونظام مصالح سياسي وقالت أنه أنت فيك تكون مواطن إسرائيلي بس إذا منك يهودي منك صف أول أنت فيك تكون درزي عم تحارب مع السهال بس أنت منك بنفس المرتبة لليهود اللي بحارب مع الجيش الإسرائيلي نظرياً فينا نسميه هيدا هو العقد الاجتماعي هونيك بس هذا فرد فرضاً عظيم بس هيدا هيدا عقد اجتماعي مرتبط أولاً بقناعة دينية بأنه هن شعب الله المختار ويلي ما قادته كل الأديان الأخرى بس هيدا كل دولة بتخترع خبريتها يعني ولكن أنه هذا عقد اجتماعي ما إجا من خيار اليهود بالعالم وإذا بدك ترجع تستنبض خيار اليهود بالعالم لأنه بكل العالم ما بتجوز الخمسة وعشرين مليون يعني مفهوم أحاديت العنصر اليهودي بإسرائيل منه يعني معمم عند الناس كله أنه يهود أمريكا في كتير منهم طبعاً ضد هذا القرار بالعكس بلبنان ما إجا ديكتات ما إجا ما إجا دستور ما إجا ما إجا الدولة ما إجا الدولة ما إجا قوة حطت اللبنانيين مع بعضهم البعض وقالت لهم أنتم مضطرين تيجوا لهم اختلفنا على نقطة لازم تنحكى معك لأنك أنت من اللي ينحكى معهم في فكرة بالعشرين اختلفنا عليها بعدها لحد هلأ قائمة لازم نحكي فيها كثير من اللبنانيين بيعتقدوا أنه لبنان وطن ملجأ لأقليات المنطقة أنا بعتبر بأنه طور هذا المفهوم كثير من العشرين لليوم حتى يصبح لبنان وطن العيش المشترك الإسلامي المسيحي لبنان وطن ملجأ يعني كل طائفة بتعمل لحالة بيت معين بداخل هذا الملجأ من أجل أن تحتمي أولا من الطواقف الأخرى وتانيا من الطواقف الكبيرة الموجودة بالمنطقة على هذه النظرية قامت أيضا فكرة تحالف الأقليات بالمنطقة أنه نجتمع أنه اليوم رح نحكي معك لبدا كيه أنه إيران اللي حطت إيها على المنطقة بالعراق وبسوريا وبلبنان استندت على طريقتين طريقتين أولا استهداف السنة واثنان استمالة الأقليات استهدفت السنة ونجحت واستمالة الأقليات ونجحت غالبيت العلويين عندها غالبيت المسيحيين بسوريا وبلبنان عندها غالبيت الدروس عندها وما معرفة أداب عيدي يعني عن الواقع الأقلوي بالعقل اليهودي أو ببعض الأوساط اليهودية ولكن شو كانت الفكرة الأساسية اللي إجا علي عون بكل جماله شو إجا يقول عون إجا يقول عون أنه خينا احنا اتفاق الطائف نزلنا درجة بالنظام أعطى المسلمين السنة درجة إضافية إذا أنا بتحالف مع هذا السلاح ومع هذه المجموعة عندنا الإدراء أنا والشيعي ننقلب على المكتسبات اللي حقق السنة بالبلد واللي تحقق من خلال دستور واتفاق الطائف جورجيا ميلوني اللي نجحت مبارح بروما بتصريح لألة سنة 2018 بتقول إذا بعد فيه مسيحيين إذا بعد فيه مسيحيين عندهم الإدراء أنه نصلوا بسوريا وبلبنان بفضل التحالف القائم بين فلاديمير بوتين نظام بشر الأسد وحزب الله اللبناني يعني كمان راحت باتجاه تحالف الأقليات بهذا الموضوع نحن تركيبتنا اللبنانية تختلف لأنه أجت بالتجربة نحو العقد الاجتماعي ما أجت بالفرض على اللبنانيين شغلة تانية ما أجت بالفرض؟ لا ما أجت بالفرض أجت بتجربة لأنه جربنا أنه نعيش لواحدنا أنا وياك أنت كنت صغير أنا عشت بين كفرشما والمدفون وكنت حكيم بشبال وبيكسروان وما كان في غيري بوقتها لأنه كانت بأيام الحرب بس الناس لم يكنوا مرتحين مع بعضهم مش صحيح أنه إذا جبنا المسيحيين حطيناهم مع بعضهم نكبنا لهم نظام لقلهم اقتصادي وإعلامي وسياسي واجتماعي ومالي قادرين يعيشوا مع بعضهم بسلام عم نقتل بعضنا بالضياع ومكان يعني ما وبيرجعوا الطواف بيقتلوا بعضهم وبيرجعوا الطواف بيقتلوا بعضهم بس إذا بتاخد التجربة اللي الشباب من عمرك أنت دايما بتستهويهم بتجربة العلماني بأوروبا أنا ما كتير بتستهويني لأنه غير واقع وغير مسيرة تاريخية تمام أنه إجت العلماني بأوروبا تقول إذا نحنا منشيل هواجس الطواف وضماناتهم ومنخلق نظام بأمن أو بيضمن حقوق المواطن الفرد شو ما كان أسود أبيض مسلم مسيحي صيني فيتنامي ابن فرنسا واللجاية من أفريقيا الشمالية نحن بنعمل دولة عادلة ودولة بتحفظ الحرية بين الهجرة وبين العالمي وبين الاستفاقة الهواجس الماضية بسموها الفرنسوية مواما واجت أن يقول انك خلقه بسندنى وإذا اسمك شو معرفنا هذا زين الدين زيدان وبتربح فرنسا المونديال بيكون زين الدين زيدان فرنساوي وما بتفقد انه مسلم بيصير زين الدين أو زيدين واع그렇好 وإذا كان زين الدين زيدان ما بيربح فرنسا المونديال بيكون مسلم عايش بسندنى لازم شوف أنا ويه كيف لازم رتب علاقاتي Instant حتى ما يكون ضد أو أنا ضده وبالتالي العلماني المبسطة سقطت مع العالمين انتخاب جورجيا ميلوني اليوم بروما انتخاب واضح على أنه هو معاكس أو بمثل وجهة نظر بتقول أنه إذا نحن وضعنا الاقتصادي عم بنهار وبفضل الهجرة إذا نحن العائلة تبعنا شو شو عم تقول العائلة والكنيسة الله الوطن العائلة نعرف عمنا عم بتقول في ناس عم بيغيرولنا المجتمع المسيحي أساساً بالألفان واربعة حاولت أوروبا أن تصيغ مقدمة دستور لكل أوروبا وصار في خلاف بين أوروبا الجنوبية وأوروبا الغربية الشبالية عفوا الجنوبية كانت بدأ أن تحط الأسوس المسيحية لأوروبا والشبالية ما كان بدأ أنت وصلت للمحل اللي أنت بتشوفه بلبنان المشكلة قائم على تنظيم علاقات التواقف مع بعضا أصبح مشكلة بكل ألحاء العالم لا بس ما أنا هون أنا ليش قلت لك مني مع التجربة الأوروبية بموضوع العلمني موضوع العلمني بالنسبة لأيلي منه موضوع عقيدي مش قصة أنه أنا بهمني أكيد بهمني على صعيد الشخص بس هيدا ما فيه أفرض بعملية سياسية هذا صار حكي نظري بدك تنزل على حكي نظري موازين قوة وتشوف واقع معين سعادة بلاش تحكي سياسي بالواقع بالنسبة لأيلي العلمني هي إما حل قضية إما ليست حل قضية فمنه شي بدي سقطه وإما كان بالدني حسب الظرف لاحظ بالأمثل اللي تفضلت فيها أي متى أولا الإشكاليات الأقلوية بهالعالدول العلمانية بلش تتبين وقتها نظام السياسي كان عم بواجه إشكالات بنيوية أي متى كل الحركات اليسارية المتطرفة واليمينية المتطرفة من بورني ساندس لترامب لكوربين لا ميلانشون لا هلأ ميلوني وبوديموس وسيريزا كل هيدا صار بعد أزمة 2008 بالعالم والصخت الشعبي اللي صار كيف تسكرت فعاليا من أموال الناس بصورة علنية من هالدول وصار في شعور عند الناس أنه قدام أزمات بهيدا الحجم الأحزاب التقليدية هي بابسي وكوكاكولا يتوالوا على السلطة وبيتوالوا على الأزمات وبيورطوا على بعض صار يروحوا على خيارات طرفية وتدول الجنوب الأوروبي كانت تسعى للنصوص الدينية أما على قليل الشرعيات الدينية تدخل على الحديث السياسي هي الدول المأزومة من خلال الانتحاد الأوروبي فالبحث عن نظام آخر بنظره هو يمكن يكون بالنسبة للميلوني يفوت أكتر الدين العائلة التقليد كمان في يسار مضطرف من قبيل عم بيعمل العكس يروحها موديرنيس مجدد هو أجوي بخارج النظام بالمطلق واحد بالعلمني واحد بس العلمني بالنسبة للواقع اللبناني مش إنه هي إسقاط عقيدة إنه أنا بيهمني العلمني تكون مما كان هو السؤال إذا أنت عم تقول جاد إخر جملة أنا خلاص طولت المشكلة في لبنان إنه ما عنا مركز سلطة سيء ولا جيد في مراكز سلطة وتتقلب بحسب موازين القوى يلي بنظم نظرياً علاقات اللبنانية اللبنانية هو الدستور اللبناني نظرياً يلي هو طلع بالجانب اللي أنت عم تحكي فيه من خلال إنشاء المجلسين من خلال إنشاء مجلس نواب محرر من القيد الطائفي يعالج موضوع حقوق المواطنين ومجلس شيوخ منتخب على قاعدة طائفية يعالج هواجس الطواف يعني إذا صديقنا شرب النحاس بيعمل وزير طائف طريق وبيكتشف واسمه شرب النحاس مش إنه محمد نوعب شو وبيكتشف إنه تلت ترباع الكابلات اللي معمولة على الطرقات العامة هايدي معمرها بالأملاك العامة وإنه كتير من أوقات الكابلة بتاخد كهرباء من الدولة والزلمة بيمون على الكابلة وبياخد كهرباء لألو للبيت وبيجي بياخد قرار بإنه أنا بدي زيل كل هذه المخلفات شو بيصير بالبلد؟ بيصير بالبلد مصحيح أنت عم تطبق القانون مصحيح هذا قانون بس هايدي عم أنت عم بتمس بمشاعر معينة هاي المشكلة تسمي عم تمس مشاعر والمشاعر شي كتير ذاتي إيه لو أنت عم تمس بمشاعر وبمصالح ويا لي بدك إيه؟ هذا القانون بيروح على مجلس الشيوخ يدرس مرة إضافية بتم تعديله بشكل إنه ما يعمل ما يعمل حالة استفزاز لطائفي معينة أو لفريق معين وبيرجع على مجلس النواب من أجل أن يطبق لا دستور اللبناني سؤال بهذا المقاربة مركز السلطة الفعلي وين؟ مين آخرتها بيحصم القرار؟ مجلس النواب ومجلس الشيوخ فعليا مين؟ هايدي بتصير عملية فعليا للي معه على الأرض سلاح؟ لا لا نحن عم نبني دولي نحن عم نبني دولي يعني ما بقى في سلاح هلا ما في دولة هلا ما تحاسب هلا ما تحاسب اللبنان واللبنانيين والدولة اللبنانية على شاء لأنه هلا ما في دولة خيال لعن الستينات والسبعينات خيال لعن الستينات والسبعينات كنت عم خبرك قبل الهواء أنه وقت اللي أنشأ فؤاد شاب سكنت صربة بالعام 61 من بعد محاولة الفشل لانقلاب القوميين سوريين أقنعوه أنه نازم تعمل حد البيت بالزوء سكني وقت إجي عام من سكني صارت سكني تصربة صارت سكني تصربة ويلي هلأ يعني طبعا صارت وحدي وتوسعي بوقتها فيه نساء من جوني وقعوا على عريضة أنه فؤاد شاب عم جيبنا عسكر مثل من أكار لطشلنا بناتنا بجوني تخيل لو فؤاد شاب شاب السكني من وراك خليك معي خليك معي كنخلص عهده خليك معي من العشرين لليوم بناء الدول وبناء السردية الوطنية ما بتصير ببقات مجيد ما بتصير بأنه نحنا رحنا على الفرماشية جيبنا علاج لكل مشاكل البلد نحنا تعلمنا كمان يعني نحنا من العشرين لليوم صرنا مختلفين عن ما كنا علي بالسابق وتحسننا برأيي مش صحيح أنه نحنا عم نرجع لورا اليوم في قيادات سياسية عندها مصلحة أنا تستنفر هواجس طائفية تتظل موجودة صحيح ولكن هايدي ما بتدوم لأنه لأنه الحركة الطبيعية تبع المجتمع أنها تروح باتجاه الاستقرار ما حدا بيحب يعيش بحالة الخوف من الآخر وبحالة بناء مصالح مختلف عن الثاني الناس تعرف صارت أنه بدأ تكون جزء من نظام مصلحة عام تقدر تخلص مشاكلها وحدنا ما بنقدر نتخلص مشاكلها لو الترتيب الاجتماعي في لبنان منه مفتور على الهجرة يمكن كنت بوافق أنه آخرتها في شيء بده ينفجر واقع الهجرة في لبنان استثنائي بالعالم بهالحجم طيب إن بلا فيه يبقى عامية سنة في قوة عم بتفل من هالمجتمع واللي هي بدأ تقدر تحصنه لأنه مين بيقدر يهاجر كل الناس يمكن تتمنى تهاجر اليوم بأوضاعنا بس اللي بيقدر يهاجر بده يكون عنده إما كفاءات مهنية أو شو بديكم مع أباسبور أو شو بديكم مع أباسبور مع أباسبور لنبلش لنبلش بقى في واحد يضلوا بمجتمع خوف ايه لك نوع من كرر تجربة البلقان لك أنا أنا طبيب وطبيب قلب يعني ودرست بمحلات منيحة في أطبة عملوا مصاري على الخوف ها وفي ناس ما عملوا مصاري على الخوف في محامين عملوا مصاري على الخوف في شركة تأمين عملوا مصاري على الخوف في حركات سياسية عملوا مصاري على الخوف في أديان انبنيت على الخوف يعني عملية إثارة الخوف بالمجتمع وطرح نفسك بأنك انت ضامن للخوف أو عندك أجوبة للخوف أو عندك أجوبة لحماية الناس بزيق لقصة يعني هذه أديمي أديمي وتستخدم كل مرة بأشكال مختلفة ونحنا كلبنانيين عشناها بالأحزاب وعشناها بالطوائف وعشناها بالحرب الأهلية يعني عشناها بكل تفاصيلها جين جايم اللي كنا عم نحكي عنه اللي هو من أهم الأحبار الكنيسة المارونية أدخل على نص الكنيسة والسياسة بالمجمع البطيارك الماروني جملة يعني لازم الواحد يظلك يرددها بيقول شهدت الكنيسة المارونية أولادها يقتلون ويقتلون ويتقتلون هذه صارت بكل الطوائف مش بس عنا يعني نحنا نقتلنا وقتلنا وتقتلنا عملنا كل شي وصلنا على صيغة اسمها اتفاق الطائف علق الدستور أول مرة دستور أول مرة لأنه كان في أربعين ألف عسكري سوري بلبنان عم بيطبق اتفاق الطائف متى ما هو بده علق الدستور تاني مرة لأنه اعتبر فريق اللي معه سلاح أنه عنده قضية أكبر من الدستور اسمها مواجهة إسرائيل صار الدستور وجهة نظر منحطه على جنب منطبق هو بنصه انتقاله هو منه ما اعترف حاله بدستور نهائي هو عم بيقول هيدا دستور وفي المادة 95 رجعوا عدوا بين بعض وطلعوا منه طب قالنا 30 سنة ما عم نعرف لنطبق الأول ولنطبق التاني ما تطبق مش هل نحاكمه مما هو لا يطبق لا كيف ميزان أنك أنت تجلس على طاولة حوار تألغاء مثلا طائفية سياسية من خلال لجنة حكماء بيعرفوا البلد عندهم الإدراء أنهم يخدوا بعين اعتبار حقوق المواطن وهواجس الطواتي بس نيابهم هوان يعني هو اتفقوا بين بعض على ناروج هايج نظامنا مين بيطبقوه نعم انت مش هل هيك عقول ما في مركز سلطة بالبلد يفرق بلال يوم في مركز سلطة في مركز سلطة بالبلد فارض حاله على الدولة وعلى المجتمع بلبنان وعم بيخليني أنا وياك نتحاور على جنس الملائكي بينما الواقع بغير محل هون خلينا نفوت بقصة حزب الله طالما هيدا انسجام طبيعي للحديث أنا هون كمان بيختلف معك على شغلي متفق معك أنه اليوم هو الحزب الأقوى وهو الحزب اللي فعليا عاطم يظلي للنظام السياسي واستمراره بشكله بس مشكلة النظام السياسي السابقة جدا لمشكلة حزب الله حزب الله هو آخر فصل من فصول رواية بنعرفها كتير منيح مش أنه هالأزمة نشأت معه فأنه شيل سلاح حزب الله بيمشي الحال لا حزب الله هو فصل جديد من فصل رواية بنعرفها فالمشكل بالرواية مش بهالشاب بيتريا أنا من الناس اللي عندهم الشجاعة يقولوا وأنا برجع بكررلك أني مروني مروني بالانتماء السياسي عندي شجاعة أني يقول أنه تناوبنا كلنا كطواقف على محاولة الاستقواء بالخارج على حساب الشريك الداخلي وفشلنا يعني نحن المروني حاولنا يعني إجوا الفرنسوية عملونا أدخلونا إصلاحات اثنين كبار بالإدارة عملوا الفرنسوية أسسوا سجل النفوس بالعام تنين وثلاثين وعملوا سجل العقاري بالتنين المسيحيين ظنوا بأنه السجل العقاري وسجل النفوس أمنهم أرجحية وكثير من الخلافات العقارية اليوم قائمة ومننا عنها بالجرب قائمة على فكرة أنه أعمال المساحة والتحديد وحتى الأحكام العقارية التي صدرت بأيام الانتداب الفرنسي أمنت أرجحي لمصلحة المسيحيين تعالوا نعيد النظر فيها وهذا شيء خطير جدا رجعوا إجوا المسلمين أيضا استقوا بخارج الماء بمنظمة التحرير بالعام 1969 بحجة أنه فيه مساواة للمواطني بلبنان وما بيصير أنه أقلية حكمة لإسمهم المسيحيين ياخدوا 60% من المجلس النوية ب40% للمسلمين وأنه عملية توزيع السلطة تكون بهذا الشكل كمان تحت عنوان تثبيت الإصلاحات الدستورية وإدخال الإصلاحات الدستورية على النص راحوا باستقواء بخارج الماء على حساب الدخل وبرأيي أنا كمان كينوفيشلي اليوم في طائفة ثالثة هم بتحاول أنه كمان تعمل نفس السلوك اللي عملناه كلنا سوا ويلي أخطأنا فيه يلي هو أنه أنا يعني علاقتي مع إيران نقلتني اجتماعيا من مرتبة إلى مرتبة كنت محروم بطلت محروم كنت أنا مهمش سياسيا بطلت مهمش سياسيا كنت وقف على بواب الناس تعمل دركي وجيشي اليوم الناس بتوقف على بوابي تتعمل رأس جمهوريات ونواب ووزراء أنا ما كان عندي موقع سياسي لا بلبنان ولا بالمنطقة حتى بالعراق كان في أقلية سنية باسم العرب والعروبي حكمتني وعمل عملية قمع علي أنا هذه الرافعة اللي اسمها إيران سمحت لي أني أنا أطلع من مرحلي تطلع لمرحلي جديدة بتنسبني لأي أنا واليوم عم نعيش تالي التجربة من بعد الانتداب الفرنسي وبعد العلاقة مع أبو عمار والسوريين واليوم العلاقة مع إيران عم نعيش تالي التجربة محاولة طائفة أو جماعة أو طرف الاستقواء بالخارج على حساب الصيغة اللبنانية عم نعيش غير بلد شو مطرح ما في دول وسلطات شو اللي بيمنع إنه في دولة هي بتحط الفصل بين شو هو داخلك سراع سياسي وشو هو خارجي آخر جملة بس إذا بتطلع بتاريخ لبنان كله سوى بوقت كان فيه مسيحيين فكر يستقو بالفرنساوي على غيرهم كان فيه مسلمين عم يجربوا يستقو يا بالإنجليز يا بشي قوة عربية على المسيحيين بوقت بالحرب الأهلية في إسرائيل من مال في فلسطين من مال في سوريا من مال في أمريكا من مال في المارينز وغيره والاتحاد السوفيتي طبعا أساس ونحن اليوم فيه من مال إيران فيه من مال السعودي وفيه من مال العلاقات غير اعتيادية غير طبيعية بين قوة سيئسية وسفرات خارجية شو يعني فيه سفير بيقعد يبرم على القوة السيئسية بالعالم وبيقله إنه زيارتك لهنيك شو صار فيها شو يعني فيه إنه السعودية بتدفع مصاري بانتخابات وإيران بتعطي مصاري لحزب هو كل عمره الصراع لقوة لأن ما فيه دولة بتستقوي بخارج لاستمرار الصراع وفيه غالب ظرفي بها الصراعات عم نسميه مسيحي أنت عم ترجع تربط الموضوع وعن حق بأنه الظروف اللي نحن عم نعيش بالداخل منا منفصلة أيضا عن الصراع القائم بالمنطقة وأنه لبنان بمراحل معينة تحول بأيام الحرب البيردي ومن بعد الحرب البيردي إلى حالة صراع إلى ساحة صراع بين قوة إقليمية تتسارع بالمنطقة وهذا شيء صحيح وكثير من الأوقات الطواقف بتحاول أنها تركب على هذا الصراع الإقليمي من أجل أن تحصل على قوة ما بوجه الشريك الداخلي صحيح ولكن خليني أقول شغلين أنه المنطقة بتنام على شيء وبيتفي على شيء والمنطقة مع انهيار النظام العربي الأديم يعني مع 2010-2011 دخلت على مرحلة جديدة إلى علاقة بإعادة ترتيب مش حدود جغرافية لإلامت المصار مع سايكس بيكو إعادة ترتيب حدود ونفوذ اقتصادي لأدار أو رح أعطيك مثل بتجربتي أنا بداخل 14 أدار أنا هدايتك لأنك أنت تستحق أكتر شغلي يعني كل بيانات الأمان العامة تبقى 2010 وأنا عنديهم كلهم يعني لسد 2015-2016 بساكي من باب أن الواحد يرجع يشوف نظرة كيف كانت قوة 14 أدار عم تنظر للأحداث أنا زيك أنا عشت مرحلة بـ 14 أدار وهذا جزء من الصندوق الأسود خافوا المسيحيين كثير والمسلمين في لبنان مع تطور أحداث المنطقة وبلحظة انهيار الحدود بين العراق وصوريا وبروز داعش وإجت فكرة وقتها بالمنطقة أن المنطقة رايحة على إعادة ترتيب حدود جغرافية وممكن يصير فيه كردستان وممكن يصير فيه علاوستان المسلمين عاشوا هاجز الأصطدام السني الشيعي خرجوا من ضمانة وطنية وراحوا يعملوا حوار بعين التيني بين طيار المستقبل من جهة وحزب الله وأمل من جهة أخرى المسيحيين يلي نظروا إلى بروز العنف الإسلامي مع داعش قالوا بركي هاي دي المنطقة رايحة باتجاه التقسيم تعالوا نروح على اتفاق بين عون وجعجع نحن نكون عم نتحضر لترتيب ما في حال ما تيجي علينا الأمور بغتي وما نعرف حالنا كيف نحن مش هم تحملهم كتير أكتر ما بيحملوه نعم أنا عشت يعني في كتير ناس يعني اتفاق معراب مش اتفاق السلطة وظرفة لا مش بس واثنين ناطرين الجد تقع بالنهر مش بس مش بس أنا مني مع أنه ينقال أنه اتنيناتهم فقط يعني شخصيات العلاقة بمصالح معينة ومصالح أكيد في مصالح وما حدا ما عنده مصالح بالسياسي وناس مثلهم هني عندهم مصالح وبتجربتهم نعرف أنه عندهم مصالح بس أنا عم بقول لك فوق المصالح وإلى جانب المصالح وبالعقل الدفين المسيحي وبالعقل الدفين المسلم أنا عشته أنا كنت بالنص أنا كنت بأمانة عام 14 أذان شغلتي لآخر لحظة أني طفي هذه الهواجس أني حاول أني اقنع الأطراف كلها بنات طائفية كل فريق على حدا واختلفت أنا والقوات اللبنانية بوقتها بهذا الاتجاه يعني ما اختلفت أنا ويقولوا على مععد نيابي بشبال ولا اختلفت مع طيار المستقبل لأنه أنا ما دلشو عملت ضده بالسعودية أنا اختلفت معهم على أنه بلحظة من اللحظات راحوا باتجاه مغادرة الضمان الوطني اللي أمنها 14 أذار إلى محاولة ابتكار ضمانات طائفية كل واحد على إياسه بس مهاما بتقلك من خلال مثلا الميت والصندوق الأسود اللي عم تروي هيك شوية خلاصات منه أنه فعليا هالكيانات هي كيانات بنيويا ما بتقدر تكون إلا معادي لفكرة الدولة نا بتجري بإسمه 14 أذار وقعدوا مع بعض وعندهم واحد بيعتبروا عدو أو خاصل ما بعرف شو بيتسمى بالنسبة 14 أذار وشايفين فيه خطر وفيه اغتيالات والنتيجة هاك بس تخاف جاد بتبطل تفكر نحو كل الجينات خاف كلهم خافهم من بعضهم يعني شو شو اللي بيخلي نادر الحريلي وسمير الجسر آنزاق ونهاد المشنوع يعدوا بعين التيني مع حسين خليل وحسين الحج حسن بحضور علي حسن خليل خلال سنة ونص نظروا مسيحيين 14 أذار إلهم هون شو عم بيعلم هون عم بيبردوا الأجواء الإسلامية الإسلامية لأنه ممكن بالعراق يصير في استضام سنة الشيعة وينعكس على الربلان طب لا نحن ما منروح باتجاه نبرد الأجواء المسيحية المسيحية بركة هذه المنطقة راحت على خلق أو على أعطاءنا إمكانية أنه نعمل مارونستان تماما ما هيدا يعني بنيت كل الفكرة على طلاق الضمان الوطني لمصلحة ابتكار ضمانات محلية وطائفة أنا رأي أنه هالضمان الوطني ما بتقدر تكون ضمانة إرادية طوعية بغير رأي فيها هون الدولة هي تفرض ضمانة وطنية ساعتها ببطر الخوف بس في أكتر من الدولة في تجربة اللبنانية أنا برأي العيش المشترك الإسلامي المسيحي في لبنان ما أنه نتيجة رغبة المسيحيين للعيش مع المسلمين أو العكس نتيجة استحالة كل فريق أنه يعيش لوحده ونتيجة أمر واقع واستحالة كل فريق جربوا المسيحيين بس في عيش مشترك إذا بدي أعتبر المجتمع كما يصنف نفسه هذا الواقع في مسيحيين وفي مسلمين وين في عيش مشترك المناطق أغلبة من بعد الحرب الأهلية صار فيها النزوح وتغيرات ديمقرافية تصفت بعضها أوانين الانتخاب بتصف بعضها بترس حرب حدا بـ 14 أدار بيصير أنه ممنوع بيع الأرض لهنيكي خط كله هذا بلدية بالحدد تنفذها ضد الدستور كل مرة نهاريا نهاريا للنظام نهاريا للنظام بيحترم مبدأين الحرية والعدالية في عيش مشترك إذا الحرية والعدالية مين بيكفلون النظام والدستور والدولة اليوم مش مكفلين أنا أنا إذا كان عم أزز بلكوني مخالف للقانون بيأي لي الدرك غيري إذا بيبني بأرض الغير وبيفرجيه إنه هو بسرايا المقاومة ما بيعود يقرب عليه هيدا بينسوف عيش المشترك أنا هون الإشكالية كمان مع كيفية مقاربة موضوع حزب الله من وقت الحلقة مع ألبير كوستانيون لما بالنسبة لي أنا عم أقولها علانية أنه حزب الله اليوم من 2019 بالحد الأدنى في واحد يرجعش ولا وراء بس هالفترة حزب الله هو اللي خلى هذا النظام موقف عجري كان كله عم بلق وكله مستعد حزب الله ليش خليه لأنه عنده مصلحة تماما عنده مصلحة بس هو يكون طائفي مميز وتبقى الأحزاب أحزاب هو يكون الحزب الحاكم طيب بس وين للإشكالية باللي عم تطرحه بأنه أولا رح أحكم المثل اللي سميته هلا أنه واحد بسراية المقاومة بيقطع باعتداء عكذا واحد ركب خايمة مدرجو بيعمل معه صحيح وهاي معمم مع كل الطواف إذا أنا عند فئة من الفئات الطائفية قريب من الحزب القوي بالمنطقة بعمل خبرية غيري واحد مثلي ما بيقدر يعملها تخيل واحد نفوسه بلبنان بالشياح وخلق بيجوني لا بيجيب بلدية جوني ولا قلو علاقة بالشياح هذا شو وضعوا بهايك وضاية كلهم هو بعيشهم أنت القنون وأنت الدولي وأنت كذا بس إذا أنا قريب من حدا بلدية جوني حسب مين بيتقلب علينا البلدية بعمل كسارة أنا عمقول أنا عمقول بالمطلق حزب الله هو حالي من حالات موجودة لا لا مش بس بالتجارب الخاصة هلأ أحل لك عن تاني شغلة عن قصة الاحتلال الإيراني يعني مش بس بالتجارب الخاصة إذا لم يحترم مبدأ الحرية والعدالة ما بقعد فيه عيش مشترك واليوم في تراجع لمنسوب العيش المشترك بسبب الإطاحة بالحرية والعدالة يعني أنت المجتمع تنظيم المجتمع العلاقات اللبنانية اللبنانية حل الخلافات بين مواطن وآخر ما عم بيصير على قاعدة تنفيذ القانون والعدالة عم بيصير على قاعدة موازين قوة بينما البلد بحاجة إلى قوة التوازن قوة التوازن ما ممكن أنه يكون مؤمن إلا من خلال تنفيذ الدستور وتنفيذ القانون على جميع اللبنانيين وقت في اللبنانيين عم تستسنيون من تنفيذ القانون بحجج مختلفة مرة لأنهم ما بعرف شو مرة بتكون أنت عم تنسوف العيش المشترك وبالتالي بهذه اللحظة اللي نحن موجودين فيها منسوب العيش المشترك والوحدة الداخلية متراجعة جدا لمصلحة العودة إلى الحمايات الطائفية والحمايات الحزبية إذا أنا قريب من هذا الحزب ممكن أنه يأمن لي كرتوني وإذا أنا أكون عاوز ممكن يأمن لي وصطة مع المدعي العامة حتى العنف يعني فيه طبعا حزب الله فيه أبر شمون فيه الطيونة فيه وقت وقام وهاب وفرع المعلومات في كتير أحداث بكتير مناطق طريقة التعامل مهايدي بتعمل مهايدي بتعمل كمان بتعمل يعني دومينو إفاكت بتعمل عدوى بين كل الطواقف وبتصير كل الطواقف بدأت تستنسخ يعني أقصى درجات حلمنا كان بالألفان وخمسة أنه حزب الله يصير يشبه تجربة أربعة عشر أدار أو يرجع على لبنان وفقا للدستور والطائف من بعد صلنا بالألفان واثنين وعشرين صارت الطواقف كلها يعني صاروا الكل اللي عم بيحاولوا يبنوا أحزاب على قاعدة إنه لاش هو عنده الإدرة وأنا ما عندي الإدرة لاش هو عنده ميليشيا وأنا ما عندي ميليشيا بركي إذا استنسخنا هذه التجربة بنعمل توازن رعب بالداخل معقول حدا يقرب على حدا بس بتعرف وين يمكن بتشوف بنظرتك طبعا أنت عشت هالمرحلة من جوا بس كأنه في نظر رومانسية لتجربة أربعة عشر أدار لأنا مشكلتي مع أربعة عشر أدار مش بالهدف النهائي بنا دولة أنا بدي الدولة كمان تكون قوي يعني قادرة مش إنه بس براهن على المجتمع الدولي وغيره هذا كله بيقلب وقلب على البلد يعني وحتى بتصور تجربة أربعة عشر أدار مع الأمريكان وغيرهم مش كتير مشجعة يعني بس الفكرة أنه أربعة عشر أدار وقتها عم بيكون شعارة لأبور نحو الدولة بصراعهم مع حزب الله بفهم جانب صراعهم مع حزب الله بما يعبرون عنه بس ما فيكون أداءهم بالدولة معادلة الدولة وهنا عم يقولوا لأعبور للدولة يعني ما فيهم ما يعملوا موازنات خلاص موافق موافق هالإشكالية بصير يبين وكأنه الخوف نستحى حزب الله هو خوف طائفة مش خص الدناء دولي أنا موافق بحيدي المقرب اللي أنت عم تقولها موافق في تجربة يعني خلينا نقول أنه تقدم مناسبة أمام مجموعة 14 أذار يلي يلي حاولت أن تكون من خلال الحكومات والمجال السنية وعطيتك ثلاث أمثلة بأمور إصلاحية بمجلس النواب يعني يعني كل قوة 14 أذار شاركت بعدم أعطاء الفكرة بأنه عبورهم إلى الدولة قد يشكل شيء أفضل لللبنانيين وبالتالي تحولوا بالآخر إلى أحزاب وإلى طواقف وإلى كل واحد بيحط أولويته كانت بوقتها فاقعة براسي بحرب تموز هي الحرب شغالة قصة سالس وليبانسل بيدفعونهم تعويضهم 120 مليون دور لكل واحد هي والحرب شغالة بتطلع قصة نجيب مئاتي ودلول هالأداء كان كتير بفرج أن الصراع هو صراع طوايف تحت ستار دولة وحزب وسلاح وكذا يعني هذا كله تشجع كله تشجع يعني ما أنه صار بس بأغلاط 14 أدار كمان عم بقل لك أصبح النموذج عند الطواقف والأحزاب النموذج يعني فيه روني جيرار كاتب شي اسمه المماتيسين فوليتيك الموضة مثلا بتلبس بانطالون شورت بصير وكل الناس يلبسوا شورتات كان فيه مماتيس من بتجاه حزب الله عند كتير أفريقاء من 14 أدار وعنا كنت أسمع أنه خليل ليش هو بيطلع بيقيده نحن لأ ليش هو السر لأنه هو ضابب طيفته لأنه هو مختزل طيفته بحزب أو بحزبان بركنا إحنا إذا اختزلنا طواقفنا بحزب أو بحزبان بنعمل توازن نحن ويا يعني هذا الواقع صار فيه عملية عدوى عند الجميع راح وبدأت النتيجة كانت أنه فرط الكل فرط البلد مش فرط 14 أدار فرط البلد حتى الحزب يلي ما اعتبر نفسه أنه اليوم عم بيرسم الحدود وأنه هو شير إسرائيل ومدر شو عمل اليوم بأزمة استثنائية لأنه ما قادر يحكم البلد بالتنوع القائم بلبنان وبالتشنجات اللي موجودة بالبلد شو ما عمل من هو قادر أنه يحكم لبنان هو السؤال هل بده يحكمه مش غلق الواقع اللي هو فيه أنه أنا الطرف الأقوى بس مضحهم مسؤولية الحكم يسيد عال بس أنه ما بيقدر كمان ما بيقدر يخبرنا أنه هو منو حاكم ما اللي احنا شايفين شاكات البلد كلها بتنصرف بالضاحية جنوبيية مصريات البلد كلها بتنلم من أي قضاء بلبنان بتنبعت عند شخص معروف اسمه هو بيخدون على مصرف لبنان أوكي بس سؤال بس أنا بتذكر هيك حادثة هيك ضوّت عندي شوية وتقرر الرئيس سعد الحريري أنه بده ما بعرف اعتزال عمل سياسي ولا أخذ هيك مسافة لفترة أكتر ناس أصبق الله وحركة أمل وكتير بفهم لسبب واحد هون بيقول لك ليش ما بيقدر يحكم بالمعنى الفعلي أنه هيدا البلد بغياب دولة فيه وبتقسيمات جغرافية ديموغرافية طائفية طيب إذا بكرا لا سمح الله صار في أي إشكال بين طريق جديدة وش بعرف بالضاحية عادة على الطريقة اللبنانية كيف تتعلاج ما في دولة تعالجها بيحكي سعد الحريري مين لقيت اليوم المناطق السنية نحكي معهم أنت روح أبعد أنت روح أبعد اليوم في فريق بالمنطقة ماعتبر أنه الهواب عبيته الهواب عبيته إيران على صعود أعدم بفيننا مع أمريكا هلأ عم ترسم حدود مع إسرائيل وأنا يعني درت أني يعني كل حلفائي بالمنطقة تخليهم قائمين رغم الثورات اللي صارت وأنا اليوم حاكم البلد وأنا 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 إذا بعد عشر سنوات إجا فريق تاني بالبلد وبالمنطقة أعتبر أنه الهواب عبيته شو بيصير بلبنان يبدأ بينفجرية موازين القوى ما بتسمح أن ينفجر يعني منرجع تماما تكل تاريخنا نرجع مننتقل من أرجحية فريق لأرجحية فريق وما منعلكم عم نبندوني لا بهذه اللحظة وأنا ربما يعني طولنا عليكم بهذه اللحظة أنا أتمسك بعودة اللبنانيين إلى النصوص المرجعية إلى الدستور اللبناني إلى وسيق الدفاق الوطني وإلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبدون تحييل يعني صديقنا وليل جملات بيقول أنا مع قرارات الشرعية الدولية بس مع استراتيجية دفاعية ما بتقدر تكون مع السبعة عشر سفر واحد يعني هو بمسل استراتيجية دفاعية الميثالية للبنان وإلى جانبها تحكي باستراتيجية دفاعية لأنه في حزب البلد حاطت الفرد على الطاولة ومنك قادر أنك أنت تواجه جامعتنا بيقولوا نحن مع اتفاق الطائف يعني اللي هو بيثبت معنى لبنان على قاعدة العيش المشترك بس مع قالوا الانتخاب المسيحي ينتخل المسيحي والمسلم ينتخل المسيحي لا بتكون منك مع اتفاق الطائف يعني ما بقى يسوى أنه بهذه اللحظة هذه اللحظة منها لحظة مواقف سيسي هذه لحظة خيارات حقيقية بالبلد أو بدنا نعتبد أنه هذا الدستور اللبناني لا يسال نص مرجعي صالح لتنظيم العلاقات اللبنانية اللبنانية أو تعوي اللبنانيين بوضوح عدوا على طاولة وبدلوا الدستور اللبناني وروحوا على صيغة جديدة بالبلد وهذه الصيغة الجديدة بالبلد اليوم اليوم أنا شخصيا ضدها لأنه إذا بدأ تحصل بدأ تحصل على قاعدة موازين قوة منى لمصلحة جميع اللبنانيين إنما لمصلحة فريق من اللبنانيين اللي هو حامل سلاح سؤال أخير في شغلي بلاحظة بتجربة 48 أنا بالزمنات كنت يار وطني حر بقى تقلبت من 14 ما حدا كامل بدني فيك تجون كلنا بنقطع بتجارب أنا بالنسبة لأيلي مفيدة مش غريب وتواحد يكون على ضفة طي الصراع عم بيحكي على عقدين من الزمن بالحد الأدنى فيها نرجع قبل لورا عن الدولة ومرجعات الدولة والنظام والإدارة والقوة الدفاعية استراتيجية دفاعية ولا شو ما كان ولا قوة سياسية بها العشرين سنة عندها تصور واضح لكيفية إدارة هالدولة شو مشروع اليوم من حزب الله للقوة اللبنانية وبينهما إنه خيئ إذا بكرا أنت حكمت لحالك دستور لا الدستور هو مرجعية تنظيمية أنت شو مشروعك للطبابة للتعليم للإدارة لسعر الصرف لغيره دستور لرئاسة الجمهورية ما أنت خابة برنامج حكم لحزب رئاسة جمهورية لا تحكم أصلا لا أوش رئيس الجمهورية برنامج هو الوحيد هو تنفيذ الدستور اللبناني الوزارات المعاصرة عليها أن هي تبتكر أشكال لنقل البلد من مرحلة إلى مرحلة أخوة أحزاب شو شغلت ما شفت عند الأحزاب حيوية بهذا الاتجاه أنا طبيب واشتغل بالمستشفيات وكان صاحب مستشفى وطريت أن يبيعه بعرف قطاع الاستشفى منهم بعرفوا بتفاصيله هذا قطاع الاستشفى إنبنى على قاعدة قطاع خاص أهم من القطاع العام قطاع العام بدأ بالستينات قطاع الخاص بادئ من سنة 1862 مستشفى قلبيسو اليوم وصلنا إلى واقع إنهيار القطاع الاستشفى ما حان الأوان أنه بكل الأحزاب كل الأحزاب يقعدوا يعملوا ورشة عمل يشوفوا كيف إعادة استنهاض إعادة بناء قطاع الاستشفى حديث بس أولي أنا ليش برأيك معنا أنه لو في حزب ما عاملها على فترة صغيرة كلهم إذا كلهم ما بيعملها وعا فترة مستدل لأنه جمهورهم الانتخابي يرتكز على عقدة الخوف مش على بناء الدولي لأنه هن ما بدهم يحكموا هن السلطة مركزة بالنسبة لقيلهم هن ببيعوا خوف ما ببيعوا بناء دولي وهذا الخوف مثل مثل الديانات بتجيب كتير ناس تب برأيك هذا المظبوط السؤال الأخير أنت نختم بهيك سورة عامة شوي تجارة الخوف في استلاد عصبيات برأيك فيه إمكانية لردمة أما لوحد يدفنها شوي بواقع لا دولي بالداخل وبواقع أقليمي ما بتعرف لون رايح؟ هو اللي بيخوف أكتر الواقع الإقليمي يعني نظرة اللبنانيين نحن تعرفنا على السيارات المفخخة قبل بغداد وقتلنا وانقتلنا على التذكرى قبل سوريا ونعرف شو معنى العنف وجيلي أنا بالتحديد بيعرف هذا الموضوع وقتل منشوف المنطقة خرباني منخاف أكتر وقتل منشوف المنطقة مستقرة يدخل لبنان بحارة هذا الاستقرار لبنان مش صحيح أنه قادرين نحيدوا بمعنى نحط عسكر دولي على الحدود وأنه ما يتفاعل مع محيطه أو ما يتفاعل مع اللي عم يصير هذا البلد جزء من نسيج عربي ومن نسيج إقليمي لا يمكن إلا أن يتفاعل مع الأحداث في أزمة بلبنان وفي أزمات بالمنطقة وبالتالي نحن بمرحلة انتقالية جاد بين قديم انتهى وبين جديد بعد ما منعرف بعد ما منعرف لوين بديوصل بهذه المرحلة الانتقالية نحن علينا أن ندير شؤوننا بدون عنف وأنه نحاول ننظم عملية الانتظار من خلال التمسك بالنصوص المرجعية لأنه الخروج مننا وعليه هو دخولنا مجدداً باتجاه المجهول وباتجاه العنف شكراً لألك يعني ما بتصور نقاش ما باعف هلأ الناس رح تحكم إذا كان مفيد أنا سررت جداً فيه وممنونة أنا كثير كثير سررت وممنونة وخي حلو ننعش معك والله خليك شكراً شكراً للمشاهدة